يعني أنا دلوقتي أما أروح أشتري منتج هو فيه مورثات كده تقولك ناس مقتنعة بأنه لما أشتري بالتقسيط ده هيخلينا أشتري المنتج بأرخص من تمنه وناس تقول لأ أنت كده بتتفع فيه أكتر من تمنه هو ما فيش إجابة قطعة على هذا الأمر هو العبرة أنا بشتري بكام وتكلفة التمويل كام يعني ممكن يكون تكلفة هو عادة تكاليف التمويل في الشراء بالتقسيط عادة بتبقى الأعلى يعني تكلفة التمويل في هذه المسألة بتبقى كبيرة مش قليلة لأنه معامل المخاطر بيبقى فيها مرتفع بالمقارنة مع البنوك أو الشركات لما بتيجي تتمول قطعات الإنتاج يعني رجل العمال لما يقترد من البنك ممكن يقترد بـ 18% لو بنتكلم أصال فايدة في المتوسط هيك في التمويلات الريتيل أو القدود الشخصية أو تمويلات السلع عسى كان بقى هذه السلع سيارة أو وحدة سكنية أو دهب أو غيره عادة بيكون تكلفة التمويل أعلى من تكلفة التمويل اللي بحصوا عليها رجل العمال ليه لأنه الرجل العمال عارف حساباته بالزبط عارف أسراء الفايدة السائدة بيدخل بيحط شروطه لكن المواطن البسيط لما بيضوح يشتري سلعة هو مش عارف السلعة تماما الأصلي كم وتحملت بعب أو تكلفة التمويل كام والإست عليه كام وطريق السداد القصد هو في الغالب ما بيقدرش يحسب تكلفتها كويس وبالتالي عادة بتبقى التكلفة مرتفعة جدا فهو السؤال يشتري كاش ولا يشتري بالتقسيد هفترض بداية أنه الكاش معاه لا بنقارن هل الكاش لو أنا حط استثمارته أو حطيته في البنك أفضل لي ولا لو حطيته في السلعة أفضل ده معيار المعيار الثاني هو سعر السلعة هيزيد في المستقبل ولا هيقل لأنه لو سعر السلعة هيزيد بمعدل أعلى من تكلفة التقسيد يبقى يشتري بالتقسيد لو سعر السلعة مش هيزيد قوي أو ممكن يقل يبقى الشراء بالتقسيد بقى أكثر ضررا على اللي بيشتري هنا بسأل طيب خلينا نقولي الآتي لو أنا أشتري عربية العربية تمانها مئة ألف جنيه تقديري وتوقعي أنه تكتمن العربية بعد سنة هيكون مية وعشر ألف لو أنا هشتري العربية وحمل عليها أعباة أو تكلفة تمويل التكلفة دي بقت عشرين في المية يعني إذا المئة ألف هيبقوا مية وعشرين ألف يبقى أفضل لأنه أنتظر مش تريش بالتقسيد واشتري العربية بعد سنة هيبقى تمانها مية وعشر يبقى أنا في الحالة دي وفرت عشر تلاف جنيه طيب هناخد مثل عكسي لو أنا كان التوقع أنه سعر السيارة هيبقى 130 ألف بعد سنة وأنا هحصل على تقسيط بتكلفة سيء مثلا 20% بفايدة بسيط يبقى في الحالة دي بعد سنة سعر العربية بالنسبة لي أو تكلفة العربية بالنسبة لي بقت 120 بس هي العربية في السوق ب130 وبالتالي الشراء بالتقسيط بفضل أنه ما كانش عندي الكاش كان أفضل وبالتالي ما نقضيش نقول قرار قاطع أو رأي عشان الناس ما تمشيش وراء هذا رأي وهي مغمضة العيني لا حانا نحب الكابسولة دايما السريعة وفي الحالات دي ما فيش والموضوع ده هنا شوية ليه عوامل كتيرة كتيرة جدا نتوقف عندها لما نيجي نشتري وكمان أخزا في الاعتبار أن الشركات اللي بتضغط في التجاه التقسيط وده الحياة ما أكثره في اللاقات الصعبة